السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة خبز بحشوة البتزا بطريقة سهلة وبسيطة جدا نشوف الخطوات والمقادير مع بعض اول حاجة مجيب عندي كوباية من المية الدافية عشان الخميرة تنشط معايا بسرعة بعد كده هنزل عندي بمعلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وعندي معلقتين كبار من الزيت بعد كده هقلب عندي كل المكونات دي كويس جدا مع بعضها بعد كده بنزل عندي بنص معلقة صغيرة من الملح بعد كده بقى هنزل عندي بكمية الديق عندي حوالي كوبايتين كبار ألمي بقى العجينة بايدي كويس جدا بعد كده هجيبها عندي على الرخامة اهم حاجة العجن ما يقلش معي عن سبع دقيق عشان يديني نتيجة كويسة كده تمام قوي ألمها بقى كده بايدي واجيب عندي رشة من دقيق وحط العجينة واجيب عندي كستة اللاجة يكون نضيف واغطيها وحطها في مكان يكون دافي لحد ما تخمر معايا ويتضايف حجمها بعد كده بقى هقسم عندي العجينة بحجم كبير على حسب بقى الحجم اللي انا عايزاه او على حسب الصينية اللي انا هفرده فيها اجيب عندي كده بقى رشة وبنلذيق وقسم العجينة عندي بحجم رغيف كبير بالشكل ده كده بعد كده بسيب العجينة تريح معايا لمدة عشر دقيق عشان لما جا فردها تتفرد معايا بكل سهولة افردها بقى عندي كده بالشكل ده بعد كده بقى هجيب الصينية او الصاج اللي انا هخبزه فيه وادهنه عندي بسيط جدا من الزيت وسكن العجينة فيه بالشكل ده كده وسويها كويس جدا بعد كده بقى اجيب الحشوة اللي انا هشيها عندي هجيب عندي جبنة كريمية وافردها بالشكل ده كده بعد كده بقى هجيب عندي جبنة رومي تكون مبشورة بيبقى طعمها طحفة جدا بعد كده بقى هجيب عندي بقى فلفل اكون مقطعة صغير وهجيب عندي طماطم برضو وزاتون بعد كده بقى اوزع الحشوة بالشكل اللي انا عايزاه ارصها بالشكل ده كده او حطها بطريقة عشوائية ممكن برضو احطها عندي فلفل الوان على حسب بقى الرغبة او على حسب المتوفر بعد كده بقى هجيب عندي قطشب واحطه عندي على الوش كده بالشكل ده واجيب عندي موت زرلة بسيط برضو واحطها على الوش وهرص عندي شرايح البسترمة بالشكل ده البسترمة مع الجبن الرومي والجبن الكريمي بيبقى طعمها لزيز جدا او تستخدمي بقى اي حشوة انت حباها بعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة تكون عالية جدا اول ما بتستو معي من تحت افتح عليها بقى الشواية تاخد معايا كده وشي من فوق ده بيكون شكلها بعد لما بتخرج عندي من الفرن جرى بيها ان شاء الله تعجبك جدا وبالفهنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة